سهل خير هذا المقطع مميز ومختلف بمناصبة وصول عدد المشتركين لألف وخمسمية في القناة فألف وخمسمية شكر لكم جميعا على هذه الثقة وإن شاء الله قدمت المفيد والممتع ومستقبلا نقدم الأفضل والأفضل في مقطع سابق بعنوان مين نوفيس نتفلكس بيطلع هني أو هني للحمحة فارق أكثر التعليقات جيتني منها وكان أحد الأسئلة وين أفضل منصة أشوف عليها أفلام بالنسبة لي نتفلكس من أسوأ المنصات اللي ممكن تشوف عليها أفلام من كان أفلامهم الأصلية والأفلام اللي عرضوها من جهات منتجة أخرى أولا أفلام الأصلية للأسف إلى الآن ولا فيلم أقدر أوصي عليه أحد أقول له روح شوف هذا الفيلم يسهل أنك تشوفه سيئين جدا أما بالنسبة للأفلام المنتجة من جهة غير نتفلكس فغالبا نجيك قديم مرت عليها سنين نتفلكس مجيول لأفلام قديمة للأسف ومركزين في محتوى أكثر شيء على المسلسلات خصوصا مسلسلاتهم الأصلية طيب وين أفضل منصة ممكن أشوف عليها أفلام بنسبة لي أبل تيفي من أفضل المنصات اللي ممكن تشوف عليها أفلام لكن أبل تيفي عيبها مثل ما ذكرت في المقطع السابق أنك محتاج تدفع فلوس حق الفيلم الجديد عشان تشوفه وغالبا قيمة إيجار الفيلم قيمة تذكيرات سينما فأفلامهم هناك في أبل تيفي وليس أبل تيفي بلاس ركزوا في فرق بينهم أبل تيفي بلاس هذه خاصة بالأفلام والمسلسلات اللي تنتج من قبل أبل أما لو فيلم كان معروض في السيناء وتبقى تشوفه في أبل تيفي فأنت مضطر أنك تدفع قيمة إيجار أو شراء هذا العمل وتشوفها بأعلى الجودات موجودة فيه أفلام جديدة وأفلام قديمة مكتبتهم مليونة ومثنوة أما المنصة الثانية المناسبة لمشاهدة الأفلام بالنسبة لأوسن هي المنصة المناسبة الكثير من الأفلام اللي فيها واللي ينزلوها تكون جديدة وفي أفلام قديمة ومنوع عربي وأجنبي لكن مو بالكمية الكبيرة اللي موجودة في أبل لأنه هذه في هدف زيادة O번好 Administiture لا تكون في هدف زيادة هو اللي تنزل وكثير منهم ينزل ويروح ينزل ويروح مسلسلات أفلام في المنصات هذه في كثير من الأحيان ممكن تشوف وتعليقات كثير جاتني خاصة على مقطع اللي تكلمت فيه عن مسلسلات OSN وين باندوف برادر وين باري وين ما در إيش المسلسلات والأفلام في المنصات هذه غالبا إذا ما كانت إنتاجهم الأصلي فهي ترفع لأنه في عقد بينهم وبين هذه الشركة المنتجة هذا العقد يحد الشركة في عرض الفيلم أو المسلسل بمدة معينة ما تتجاوز مدة العقد وإذا تم التجديد يتم تمديد المدة حسب ما أتذكر مسلسل Friends لما نزل على انتفلكس كلفهم السنة الوحدة 100 مليون ريال فأنت عشان تجي مسلسل وتخليه عندك يعرض على طول أو فيلم فأنت محتاج ميزانية ضخمة فكثير من الشركات أو المنصات هذه تأخذ الأعمال الفترة معينة تعرضها وبعدين تشيلها في حال كان فيه إقبال عليها من قبل الناس والمشاهدين فهم ممكن أن يجددوا العقد وهذا اللي حصل مع مسلسل Friends المشكلة أنك ما تعرف أنت متى رح ينتهي العقد بين الشركة وبين المنصة العارضة فلذلك فجأة ممكن المسلسل يروح من عندك أحيانا ممكن ما يكون انتهاء في العقد ممكن يكون خلاف بينهم مثل ما حصل في نتفلكس مع مادمان حسب ما سمع تم رفع المسلسل من نتفلكس بسبب بعض الأمور اللي ما ترغب فيها نتفلكس ننتقل للسؤال اللي بعدها حول الاشتراكات وتكاليفهم والمدد والعروض وغيرها هذه التعليقات وصلتني كثير خصوصا على الأسعار لما تتكلم عن سعر الاشتراك أو باقة الاشتراك أو عرض فلازم تأخذوا بعين الاعتبار الدولة والوقت مثلا أنا نزلت مقطع من ستة شهور وكان سعر الاشتراك عشرين ريال بعد سبوعين نزل العرض وصار الاشتراك بعشر ريال أنا مال يدخل لما يجا حدي هاو إشني شلون أنت تقول السعر كده وهو السعر كده هذا سعر العرض وبعيدا حتى عن العروض وحيانا الشركة ممكن في يوم الليلة ترفع السعر وتنزل السعر وتغير الباقات تغير سياسات الاشتراك احنا مولنا دخلهم كده من رأسهم وحيانا العرض والسعر يكون متوفر في بلد عن بلد فالسعودية ممكن يكون الوكيل هنا منازل عرض معين مساوية حملة تسويقية بسعار محددة باشتراك مع جهة معين لكن هذا الشيء ما يشمل بلدان عربية أخرى مجارب في نقطة مهمة ذكرتها أنا قبل ممكن صار في اشتباف اللف بينهم الكلام عن الشاشات والأجهزة لما أقول المنصة الفلانية تتيحرك تسجيل الدخول بخمس أجهزة فقط المعنى كالتالي المقصد بالأجهزة هو أن بعض المنصات تسمح لك فقط بتسجيل الدخول من عدد محدود من الأجهزة خمس أجهزة ست أجهزة أما الشاشات فالمقصد فيها هو عدد الأشخاص اللي شاهدوا من نفس الحساب في نفس الوقت لما يقول لك شاشتين فمعناتها تسمح لك بأن شخصين في نفس الوقت يشاهدوا من نفس الحساب فهذا الفرق لما تشوف عدد الأجهزة وعدد الشاشات المسموح فيها من نفس الحساب فيه تعليق كان يقول ان هذا الشخص عراقي بس مسوي روح سعودي ويتكلم بلهجتنا لكن مو بضابطها فأحب أصدمك عزيز اني انا مو بعراقي انا سعودي فأتمنى انك تعيش بسلام وراحبة لما تكون عرفت الجواب الحقيقي واني مو بعراقي ونعم فيهم كل مطابعة كذلك كان فيه تعليقات عن كذب مسلسل ليش نتفلكس ما كملت باقي الأجزاء ونزلتها لأمانة ما أدري بس ممكن يرجع لنفس المشكلة اللي كلمنا عنها في الأفلام والتعاقدات بينها وبين شركات المنتجة وأحيان لا نتفلكس تنزل بعض الأجزاء في نتفلكس الأمريكي لكن ما تنزل عندنا ليش والله ما أدري تتأخر فيها كثير أتذكر بيتر كول سولو وهاوسوف كارد نزلوا في نتفلكس الأمريكي ونص خلصت وشوفتها واستنست واحنا معنا نتوجاتهم يعني كلمت عن معظم الشبكات الموجودة نتفلكس امازون ستارز و بلاي شواهد وغيرها فكان فيه تعليقات عن وين اتش بي او ماكس اتش بي او ماكس للاسف حتى اطلاقها عندهم ما حققت نجاح ولا اقبال جماهيري كبير مثل ما هو كان متوقع ولأسباب عدة ممكن نتكلم عنها بعدين ما بطول عليكم فعندنا تقريبا نقدر نقول الوكيل الحصري إلها هي او اس ان او اس ان لو اشتركت فيها رات تحصل على اشتراك اتش بي او ماكس وكذلك ديزني بلاس فيلي فيديوهات مراجعة على المسلسلات أو أفلام فكثير سئلوني ليش ما تحط قيمك الخاصة مؤخرا صرت عب تقييمي لكن شكلي بارجع على هون انا من الناس اللي محب اقيم هاي عمل برقم فيكفي اذا انا قلت راي في شكل تفصيل في التصوير في الاخراج في التمثيل في السيناريو فانت خلاص المفروض تستنتج من هذا الكلام مدى تقييمي لهذا العمل فاني اقيم كل العمل في رقم واحد احس اجحاف بحق العمل ويختلف من عمل الى عمل فالاعلمان الكوميدية ممكن انا اقول لك هذا العمل ثمانية فانت يقول لا ما يستهل ثمانية لكن انا اشوف من ناحية الكوميدية وحقق الشيء اللي انا ابيه فانت لو حاب تاخد تقييمي كرقم انت حق التقييم من عندك بعد ما تشوف كلامي وتقايمه من جميع النواحي نختم التعليقات بعدين ننتقل على اسئلة اللي جاتني من بره اليوتيوب كان في تعليق عن هل الترجمة موجودة في هذه المنصات او لا الترجمة غالبا موجودة بالعربي في اغلب المنصات اللي تشتغل عندنا لان زي ما قلت لكم نتفليكس موجود في امريكا وفي مكتبة اضخم من المكتبة الموجودة عندنا كذلك امازون وغيرها فكلهم عندهم اعمال تعرض في مناطق مختلفة من العالم ويحاولوهم في كل منطقة من العالم يحطوا الترجمة المناسبة لذلك انا استغرب حقيقة من الاعمال اللي ما فيها ترجمة ليش اصلا متاحة عندنا رغم ان ما مرى صادفتني صراحة في كل الشباكات اللي انا مشترك فيها انها فتحت عمل ما كان مترجم كان في خلل في تطبيق امازون مثلا انه لما افتحها على التلفزيون ما يطلع في ترجمة لما افتحها على الجوال او على اللوبتوب يكون في ترجمة اوكي السؤال هذا طويل جوابه بس اني بحاول اختصر ان كيف شمس المعارف نجح في انه يتناول واقعا هل المسلسلات راح تتجه على نفس الاتجاه ما اعتقد هذا راح يكون بشكل كبير لان الواقعية في الاعمال موجودة من زمان لكن ما حد يتناولها بالجانب الشبابي خلنا نقول غالب الاعمال يتم انتاجها يكم انتاجها برؤية قديمة لانها تنتج من قبل شركات قديمة وعريقة فهي عندها توجه معين ما تحب تخاطر وتدخل في شي جديد شمس المعارف كان مغامرة جديدة دخلت على السوق واثبتت نفسها لذلك الخدمة اللي قدمها شمس المعارف لهذا الجيل راح تكون خدمة ثمينة جدا لان فتحة باب انها يتم اعطاء هذه الفئة العمرية من الشباب نسبة من الاهتمام ونسبة من الانتاجات الضخمة اللي يتم دفعها على جهات واشياء واعمال للأسف ما تليق ولا بجزء بسيط من المجتمع السعودي وينتقل السؤال اللي بعدها هل الصناعة السعودية في طريقها صحيح للتطور او لا شوف فيديو مستقبل منصة شاهد في جواب مفاصل اكثر توقعاتك عن الفيلم السعودي الجديد اتوقع يقصد واحد اثنين ثلاثة اكشن للأسف ما اعرف عنها ولا شايفة ما اقدر اتكلم كل اللي عرفت عنها بعد ما طلع خبرنا لم يحضر احد فلذلك ما اقدر اتكلم عنها لو كنا كتبت تغريدة مفادها ان السينما وشباك التذاكر المحكي الحقيقي للانتاجات الفنية تتوقع الاجانب يشوفوا افلامنا اتوقع نعم يشوفوها بس غصب عنهم لانها تكون في المهرجانات لان افلامنا غالبا ما تعرف عندهم في القنوات ولا تعرف عندهم في دور السينما المنصة الوحيدة اللي يقدر يشوفوا فيها افلامنا هي المهرجانات السينمائية ممكن حاليا الاعمال الجديدة اللي قاعدت تعرض على نتفليكس والمنصات الثانية ممكن قاعدت توصلهم ما ادري صراحة لكن اللي عارفة انهم عندهم اعمال على مستوى عالفة مكتفي فيها فليش ممكن يروح يشوف شي ثاني اذا انت ما وصلت للمستوى اللي هو متعاود يشوفه اقرب الاعمال الى قلبكم هو شرطه تكون اسطورية وكل الناس تعرفها بارفي فيلم هندي من اجمل الافلام اللي شفتها وشفتها ممكن خامس ست مرات الى الان كل شوي كل فترة عيدة رغم انه حزين فيه كقابة شوي اللي كوميدي ويبعث على البهجة الفيلم الثاني من الافلام اللي استمتع جدا فيها ممكن كثير من الناس ما يعرفها قديمه كذلك فيلم ايميلي فيلم فرنسي من الافلام الممتعة كوميدي رومانسي فيه يعني لمسة غريبة في الاخراج كذا والتصوير يعني ممتع جدا مسلسل نفسك تعيدة بس ما عندك وقت تشوفها برايكين بود برايكين بود شفتها اول مسلسل شفتها بدايت اشوف مسلسلات كان برايكين بود فنفسي احين بعد ما تشبع عقلي وقتها ما كنت احب اتابع مسلسلات ابدا كنت افضل الافلام الا الان افضل الافلام لكن صرت اشوف مسلسلات فبعد ما تشبعت واتطورت خلنا اقول فنيا انه صارت عندي رؤية بالنسبة للاعمال الفنية فنفسي يعيد برايكين بود وهاوس اف كارت باختصار رايك في واتشمان للأسف ما شفتها ان شاء الله بشوفها قريب لانه كنت ببدأ اشوفها لكن جوني فيدبوك من احد الاشخاص عنه فلقيت برايك رح تشتش شي غيره صح بالمناسبة قبل لا انسى في كتاب مهم بتكلم عليه فايتك الله لا امو هذا رأيته ذا تفن كتاب للاستاذ محمد القاسم من احلى واجمل الكتب اللي اقتنيتها الاستاذ محمد القاسمي انا اتابع من 2014 اعتقد اقتنيت الكتاب في 2015 يتكلم عن الافلام مراجعات مفصلة عن الافلام تقييمات تبي تشوف احلى الموسيقات احلى المشاهد افضل الموثلين اجمل اللحظات في السينما عليكم به حسابه في الانستغرام بحط لكم لايفوتكم تقريبا هذي اهم الاسئلة والتعليقات اللي وصلتني منكم وشكرا لكم مجددا على هذه الثقة وان شاء الله اكون قدها وقدم لكم الافضل الافضل في المرات القادمة شكرا لكم على هذا المتابع ان شاء الله يكون عفتكم وانستقبل منكم الاسئلة والتعليقات اكثر واكثر اللايك يساهم في نشر الفيديو وظهور اكثر للاخرين تعليقاتكم وتفيدنا وتسعدنا و كمان لا شكرا لكم